أعزبتي بزواجاتك؟ هم هم طبعا أي زواج الأول والتان هي عمليا هلأ أنا إذا بعد أفكر فيها أنا بالاتنين كنت كثير مظلومة وين كان الظلم بشو؟ مظلومة إنه أنا أبعد عما أنت هي أقل ما يمكن أنك أنت تنسلخي عن الشي اللي أنت بتحبيه غير ظلم الابتعاد عن المهن ظلمتي كأمرأة؟ بشكل عام إنسانيا يعني تعرضتي لعنف لخياني لغيري لا يسترجي لا طبعا شو بتعملي؟ إذا عنا فيك رجل بقي معينه بلبس عيونه حرفيا بتقي معينه طبعا بتبلبس عيونه طبعا بلبس عيونه طبعا بلبس عيونه تنزين يوم لكن هناك أشياء كثير مستحيلة يسكت عليها إذا خانك؟ صارت صارت كيف تصرفتي؟ وشو صار؟ سكتت وقلت بدي مرأة ومرأت 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 لحتى ما عدت تقدر تمرأة ليه إمرأة جميلة موهوبة مثلك بدأت تنخان؟ مثل ما كل النسوان الحلوين يبينخانوا صدقيني يا عنجل شو السبب برأيك؟ تسألي الرجال الرجل هيك عندك تفسير بعد هالعمر والخبرة اليوم بالواحدة وسبعين سنة شو تفسيرك لما تقدي مع حالك؟ تفسيري ممكن يزعج كتير الرجال عرفتي؟ بس قولي نحنا بدنا نحكم حقيقة بس أنا ما بحب أقول لأ عن جد لأنه يمكن هذا تحليلي إلي هذا تفسيري أنا بيني وبين حالي عمفسر أنا ممكن يكون غلط ممكن يكون غلط بس ليش لأزعج الآخرين على الأشياء الفاضي؟ ممكن كمان يكون الحق علية أني أنا أنا سكتت بقدر أعتيكي واحد بقدر أعتيكي واحد من التفسيرات أن الرجل بغاء المرأة الجميلة ممكن والقوية شخصيتها والثابة حالة ممكن يحس بعقدة نقص تجاهها فبيروح بخونا شي طبيعي؟ في كتير رجال طبعا هيك في كتير رجال نتيجة عقد معينة أو نتيجة هاي الحالة مثل ما قلت أنه في عندهم ست مشهورة حلوة الكل بيشتية الكل بيتمنها أنه تكون بحاول هاي العقدة ما بتزبط إش معنى يعني هي هيك؟ طبعا عرفت هيك بيقولوا بينها وبين حالي